كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بعرض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحدية الاستخدام على مجلس الوزراء والمهام المنود بتنفيذها لكل وزارة أوجهها جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحدية الاستخدام وذلك بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ورئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة طارق العربي وخلال هذا الاجتماع استعرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية التي تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع